وبعد إعلان انقطاع التغذية الكهربائية بشكل تام عن محطة زابروجيا النووية قالت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية إن التيار الكهربائي الخارجي عاد لمحطة زابروجيا للطاقة النووية بعد انقطاع قصير وقع في عقاب اندلاع حريق في منشأة للكهرباء في مدينة زابروجيا ولفتت الشركة الأوكرانية إلى أن المحطة بدأت فعليا في استقبال الطاقة من شبكة الكهرباء الوطنية بعد اندلاع الحرب في الرابع والعشرين من فبراير بين روسيا وأوكرانيا تمكنت القوات الروسية في الرابع من مارس من السيطرة على محطة زابروجيا النووية الواقع جنوب الأراضي الأوكرانية في السادس والعشرين من الشهر نفسه أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن انقطاع في الكهرباء طال المحطة وفصل المفاعلات الستة عن الشبكة الوطنية للمرة الأولى في تاريخها أي منذ بنائها عام 1991 في الخامس والعشرين من أكتوبر اعتبرت موسكو بأن اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإقامة منطقة آمنة حول المحطة هو اقتراح عقلاني وبدت روسيا وقتها مستعدة للتعاون مع الوكالة في العشرين من نوفمبر استهدفت تفجيرات قوية المنطقة التي تقع بها المحطة النووية وطالها جزء من الضرر ما دفع بالوكالة الذرية لإصدار تحذير بأن القتال حول المحطة هو لعم بالنار إلى مارس من العام الجاري حين أعلنت أوكرانيا استهداف آخر خط يغذي محطة زابروجيا النووية وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن المحطة تعمل بمولدات الديزل مؤقتاً استمر الحال هكذا حتى نهايات الشهر مايو 2023 وقتها كشفت إدارة المحطة عن فقدان التغذية الكهربائية بشكل تام بعد انقطاع خط التوتر العالي عن المنشأة في عقاب موافقة واشنطن وعدة دول غربية على إمداد كييف بمقاتلات F-16 حذر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أنتولي أنتنوفي من تبعات هذه الخطوة وأشار أنتنوفي لأن القرار سيثير تساؤلات عن ضلوع حلف شمال الأطلسي في الصراع محذراً من أن أي هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرن سيعد ضربة لروسيا وشدد المسؤول الدبلوماسي الروسي على أنه من المهم أن تكون الولايات المتحدة على دراية كاملة بالرد الروسي على مثل هذه الضربات ترجمة نانسي قنقر